هذا وقد أكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن ميثاق العمل الوطني انطلق برؤية ملكية راسخة نحو مرحلة جديدة من حضارة وتاريخ مملكة البحرين الإنساني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وهي الرؤية التي التقت مع تضلعات وطموحات الشعب نستذكر أن اليوم وقوف شعب البحرين وراء رؤية لقائد جاء بالرؤية لمستقبل البحرين على المدى البعيد اليوم الحمد لله نحن أيضا نشكر جميع الجهود التي تبدل اليوم في استكمال هذه الرؤية وتحقيق هذه الوثيقة التي تعد بعد الدستور وثيقة جدا مهمة في مستقبل البحرين اليوم الحمد لله هذه الوثيقة جاءت بكثير من التطوير في كافة المستويات سواء كانت مستويات سياسية والاقتصادية والاجتماعية ميثاق العمل الوطني هي عبارة عن خارطة طريق رسمها جلالة الملك وهدية لكل المواطني في مملكة البحرين وهو عبارة عن عرص ديمقراطي نشهده المواطن البحريني ويتراها بها ويتراها أمام الأمم التي سبقتنا بالديمقراطيات ونحن اليوم لله الحمد لله بهذه التجربة العظيمة نحن اليوم نكون على هذا الطريق الصحيح والسديد ميثاق العمل الوطني هو من أبرز مظاهر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وميثاق العمل الوطني جاء بأهم تغيرات السياسية ومنها عودة الحياة البرلمانية إلى مملكة البحرين في عبر السلطة التشريعية بغرفتيها المنتخبة والمعينة وهذا صراحة شارك في نجعل فرصة لشعب البحرين المشاركة في صنع القرار والسلطة التشريعية بغرفتيها لها دور كبير في التنمية الوطنية طبعا بالتعاون وإلى جانب السلطة التنفيذية وهو من الأيام الخالدة بالنسبة لمملكة البحرين وهو من الأيام التي انطلقت فيه مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم دور ديمقراطي جديد وتشريعي صليا لحين أكثر من 21 سنة مجلس النواب اليوم ومجلس الشورى اليوم في سلطة تشريعية مكملة مع السلطة التنفيذية في طرح الأفكار وطرح الكثير من التشريعات المهمة جدا اللي بدورها تحافظ على استقرار وأمن مملكة البحرين على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي البحرين استطاعت أن تعبر من خلال المشروع الإصلاحي الذي دشنه الميثاق مراحل متطورة البحرين اليوم من الدول التي يشاري لها في البنان في قطاعات مختلفة إن كان في قطاع الحقوق أو الحريات أو في القطاعات أيضا الاجتماعية وكذلك القطاعات الاقتصادية واليوم طبعا نعبر مرحلة جديدة من عمر الميثاق المجهدي اشتركوا في القناة